دلوقتي هعرض لك شوية صور فيها كثير من الذكريات وايضاً صور أخرى ممكن تعلق فيها على بعض الأشياء نبدأ بأول صورة مباشرة كريستيانو نالدو في سبورتين قدرت لي مباريات قبل كده كحكم طبعاً كريستيانو في سبورتين سبورتين هو النادي اللي أنا بشقعه في البرتغال كريستيانو راح سبورتين وهو عنده 11 سنة فطبعاً أنا أعرفه منه هو لسه طفل صغير أنا ما حكمتش ماتشاطلي كان في 2004 كان هو عنده 17 سنة لما أنا كنت خلاص شغال مع مانشستي وأنا في 2002 تقريباً بطلت توقفت عن التحكيم فلا أنا ما حكمتش لأي ماتش أنت قلت حاجة مهمة جداً قبل ما نجيب الصورة التانية قلت حاجة في منتهى الأمام مش عايز سيبها وهو أنت بتقول لي دي الفرقة اللي أنا بشجعها في البرتغال سبورتينج لشبونة ليه الحكم هنا يقلق أو يخاف أو يخاف جداً يقول إنه بيشجع فرقة وبيحب فرقة الحكم قبل ما يكونوا حكم هم لعيبة أو أشخاص بيشجعوا نادي والدي كان رياضي وكان رياضي في نادي سبورتينج وأنا في شبابي كنت رياضي في سبورتينج وبعد ما كنت رياضي رحت أبقيت وانا عندي 23 سنة بقيت حكم فأنا طبعاً طبعاً أنا عملت أو حكمت حكمت لسبورتينج كان 1996 أنا حكمت بنفيكا في كاس البرتغال سبورتينج كسب 3 أو 1 بس لما نبقى حكام بيبقى فيه وقت عينينا بنبص على الفنيات أكتر بننسى إن إحنا مشجعين ويبقى بيبقى هدفنا إن إحنا نحط القوانين أو نبقى بنحكم بقوانين الفنية للماتشاط بنفس الوضوح الجميل ده من الفريق اللي إنت مواجب بيه في مصر دلوقتي الفرقة اللي أنا بحبها أكتر في مصر هي سبورتينج ببرتغال زكي جداً طباً